والمزيد حول جلسة الحوار الوطني التخصصية في المحور السياسي يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني انطلقت ظهر اليوم هذه الجلسة التخصصية هنا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وهي جلسة تابعة للمحور السياسي هذه جلسة قانون الأحزاب السياسية والتي ناقشت الدمج والتحالف الحزبي بالإضافة إلى الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية وتشكيل واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب السياسية كان هناك توجهات داخل هذه اللجنة التي عقدت اليوم بزيادة اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالإضافة إلى وضع مقترحات حول تشكيل الأحزاب السياسية وكذلك كيفية تمويل هذه الأحزاب كانت هناك أيضا الكثير من المقترحات داخل لجنة الأحزاب السياسية اليوم وهذه اللجنة التي هي لجنة تخصصية من المقرر أن يتم رفع توصياتها إلى القيادة السياسية لاتخاذ بشأنها عدة قرارات وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك جلسات عامة ناقشت أيضا هذه المجموعة من العناصر الخاصة بقانون الأحزاب وبالتالي هذه اللجنة التخصصية مهمتها الأستاسية هي بلورت هذه الأفكار وهذه المقترحات جميعا في مجموعة من التوصيات ترفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرارات بشأنها سواء قرارات تنفيذية أو العودة بها مرة أخرى إلى مجلس النواب أو مجلسي النواب والشيوخ لاتخاذ ما يتم بشأنها أيضا من مشاريع قوانين إليكم زملائي في الستوديو